اشتركوا في القناة تاريخية خاصة بتأسيس جيش وطني من خلال ضم افراد المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني هذه القرارات سرعان ما بدأت تتشكل على الارض من خلال تأهيل افراد مقاومة بشكل تدريجي تؤسس لنواة جيش وطني حقيقي مهمته الحفاظ على مقدرات الشعب وحماية المؤسسات الدستورية تدريبات مكثفة للقوات الخاصة بمحافظة عدن يبذل القائمون عليها جهودا عظيمة بهدف تخريج افواج جديدة من القوات النظامية لسيطرة على الوضع الامني في مدريات عدن الثمان عودة هيبة الدولة وعودة تأهيل قوات الجيش الوطني على اسس وطنية كفيلة بان تنهي الانفلات الامني في بعض مدريات محافظة عدن وتبذل سلطات المحلية والمقاومة الجنوبية وقوات التحالف جهودا متواصلة لتثبيت الامن والاستقرار في المحافظة منذ الايام الاولى للحرب وبذلت دول التحالف العربي جهودا كبيرا لدعم عملية تأهيل اعادة بناء الجيش والامن على اسس وطنية وقدمت كثيرا من المساعدات في هذا المجال من خلال يعادة تأهيل مراكز الشرط ودعمها بالسيارات بالاضافة الى تدريب افراد المقاومة في عدن وخارجها وفي وقت سابق لقت عودة المحافظ ارتياحا شعبيا كبيرا لدى المواطنين في عدن وعبروا عن تقديرهم لهذه الخطوة التي قالوا انها ستسهم في وضع حد للانفلات الامني الموجود وضبط عملية السلاح داخل عدن اشتركوا في القناة